السلام عليكم أهلا بكم معي في الجزء الثاني من الأدرساج أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا الجزء الأول فمن يلخص لنا ما درسناه في الجزء الأول قلنا بأن كلهوت أو أنترفاس دان أوروتور يحتاج إلى أدرس إيبي من أجل تأدية مهامه داخل الشبكة والأدرس إيبي مكونة من 30 بيت هناك جزء من هذه البيت يمثل الأدرس ريزو وجزء يمثل الأدرس هوت ولمعرفة الجزءين في أدرس إيبي معينة نستعمل لكلاس جيد تلخص رائع هيا لنكمل الجزء الثاني من هذا الدرس أنتم تعلمون أن في بداية التسعينات زاد عدد المتصلين بالأنترنت وأصبح الأدرس إيبي فيرسيون كات يقترب من النفاذ فبدأت المنظمات العالمية المهتمة بالشبكات تدق ناقص الخطر وهندس الشبكات وكعادتهم وضعوا حلين حل بروفيزوار حتى الخروج من الأزمة وحل نهائي هو بدء العمل من أجل إيبي جديد ظهر لاحقا تحت مسمى إيبي فيرسيون 6 أما الحل بروفيزوار وهو تقسيم لأدرس إيبي إلى أدرس إيبي بريفي وأدرس إيبي بيبليك أو ريال فإذا كان لدينا مجموعة من الأجهزة تريد الاتصال فيما بينها ولا تريد الاتصال بالأنترنت نعطيها أدرس إيبي بريفي لأنه لو كان عندي مجموعة من الكمبيوتر متصلة مع بعضها في هذه الشركة وأخرى متصلة مع بعضها في شركة أخرى فأين المشكل لو أعطينا لأجهزة الشبكة الأولى نفس لزادرس إيبي المستعملة في الشبكة الثانية؟ نعم لا يوجد مشكل فالشبكتان لا تريدان الاتصال فيما بينهما ومن هنا جاءت فكرة لأدرس إيبي بريفي ففي كل شبكة محلية نستعمل أدرس إيبي بريفي لأن أجهزة هذه الشبكة المحلية تريد الاتصال فيما بينها فقط استعمالات الأدرس إيبي بريفي مجانية أما الأدرس إيبي ريال فيجب دفع مقابل لشركة الاتصال التي تأجرك هذه الأدرس وها هي الأدرس إيبي بريفي أمامنا حيث أخذنا من كل كلاس مجال معين فمن الكلاس أ أخذنا من 10-0-0 إلى غاية 10-255-255 أي أن شبكتنا يمكن أن تكون بها 2-24-2 أتمنى أنك تعلم من أين جاءت ناقص 2 فهي في الجزء الأول من هذا الدرس وفي الكلاس بي أخذنا من 172-16-0-0 إلى غاية 172-255-255 ومن الكلاس سي اخترنا أن تكون الأدرس إيبي بريفي في المجال من 192-168-0 إلى غاية 192-168-255-255 أما الأدرس إيبي بريفي فهي كل كلاس ننزع منها الأدرس إيبي بريفي المستعملة منها فالأدرس إيبي بريفي في الكلاس أ هي ممتدة من المجال 1-0-0-0 إلى غاية 9-255-255-255-255 وكذلك من 11-0-0 إلى غاية 126-255-255-255 أي هي ممتدة من 1-0-0 إلى غاية 126-255-255-255 باستثناء الأدرس إيبي بريفي الخاصة بالكلاس أ الممتدة من 10-0-0 إلى غاية 10-255-255-255 ونفس الكلام بالنسبة إلى باقي الكلاس أستاذ لدي سؤال ولكني أستعمل الأدرس إيبي بريفي 192-168-1-1 وأتصل بالأنترنت وصديقي يتصل بالأنترنت كذلك باستعمال هذه الأدرس فكيف يحدث ذلك؟ سؤال جيد يجب أن تكون عندك أدرس إيبي ريال لكي تتمكن من الاتصال بأنترنت فعندما تتصل بأدرس إيبي بريفي الخاصة بك يقوم نيت روتور الذي تحدثنا عنه في الحصص الماضية بإعطائك أدرس إيبي ريال بدلا من الأدرس إيبي بريفي الخاصة بك فتتمكن من الاتصال بالأنترنت وإذا أردت معرفة الأدرس إيبي ريال التي منحها لك روتور ناتورك أدرس ترانزليشن قم بالدخول على جوجل واكتب What is my IP address سيقترح لك جوجل عدة مواقع تعطيك الأدرس إيبي ريال الخاصة بك شكرا شكرا لك ذكرتني بسؤال في أحد المؤتمرات التي يقوم بها مفتش مادة الانفورماتيك مع أساتذة المادة وعند حديثهم عن إعدادات شبكة المحلية تكلموا عن الأدرس إيبي المشهورة التي تضرب بها الأمثلة دائما وهي 192-168-10 فكل الأمثلة داخل هذا المؤتمر كانت تعطى منها فسأل أحد الأساتذة سؤالا فحواه لو سألني أحد التلاميذ الثانوي لماذا كل الآدرس إيبي وكل الأمثلة التي نستعملها في إعداد هذه الشبكة المحلية هي من الأدرس ريزو 192-168-10 هل يمكننا استعمال أدرس أخرى مثلا 197-168-10 فلم يجد السؤال أي جواب والجواب سهل جدا نعم تستطيع استعمال أي أدرس إيبي تريدها إذا لم تريد وصل أجهزتك بالأنترنت لكن إذا استعملت أدرس إيبي ريال في شبكتك المحلية واتصلت بالأنترنت فهنا يقع تعارض ويحدث مشكلة فنحن نحرس على استعمال الأدرس إيبي 192-168-10 لأنه أدرس إيبي بريفي أي عندما نود الاتصال بالأنترنت لا يقع أي مشكلة ويوفر لنا عدد قليل من اللي هوت بالمقارنة بالأدرس إيبي بريفي في الكلاس A أو الكلاس B أتمنى أن تكونوا في الصورة في منتصف التسعينات ظهر حل آخر لتوفير للأدرس إيبي فمثلاً الأدرس إيبي بريفي 10-0-0 يوفر لي شبكة واحدة بها عدد هائل من الأجهزة قد يصل إلى 224-2 لماذا لا أقوم بتقسيم هذه الشبكة إلى عدة شبكات صغيرة لأستغل هذا الأدرس إيبي أحسن استغلال ولا أضيع هذا الأدرس إيبي ففي المثال الموالي أريد تقسيم الأدرس إيبي 19-680-0 إلى 2-Sorizo فأضيف بيت من اللي بيت الخاصة بليزوت إلى الشبكة ويتم التقسيم وهذا البيت المضاف هو هذا البيت لأن في الأدرس إيبي هذه اللي بيت مخصصة للشبكة وهذه اللي بيت مخصصة لهوت نضيف هذا البيت إلى الشبكة فيتم التقسيم ففي الحالة الأولى تصبح كل هذه مخصصة إلى الشبكة بما فيها هذا السفر ومنه تصبح الأدرس إيبي 192-168-1 وفي الحالة الثانية بإضافة هذا البيت إلى الأدرس الخاصة بالشبكة تصبح كل هذه خاصة بالشبكة وهذه خاصة بالهوت فتصبح الأدرس 192-168-1-128 يعني لزوت من 192-168-1-1 إلى غاية 192-168-1-126 محتوات في الشبكة الأولى أما لزوت من 192-168-1-129 إلى غاية 192-168-1-254 فهي محتوات في الشبكة الثانية وبهذه الطريقة ذهب مبدأ لكلاس لقد اختلطت الأدرس ريزو مع الأدرس هوت فكيف نستطيع التمييز بين الأدرس ريزو وبين الأدرس هوت لمعرفة جزء الشبكة وجزء الهوت نضع أنماسك دو سوريزو وهو EP أدرس خاصة مكونة من 32 بيت تكون مكونة من تتابع من واحد وبعدها تتابع من الأصفار فمثلا لدينا ماسك به 6 بيت لبلي 4 عبارة عن واحدات و 6 بيت لبلي فابل عبارة عن أصفار يعني أن 16 بيت الأولى من الأدرس EP هي للشبكة و 16 بيت الأخيرة هي للهوت ويمكننا كتابتها بالعبارة التالية 250-255-0-0 يعني كل الواحدات تمثل الشبكة وكل الأصفار تمثل الهوت ويمكننا اختصار الكتابة بالشكل التالي slash 16 أي 16 بيت الأولى هي للريزو والباقي هي للهوت فلنضرب مثلا لتتضيح الصورة لدينا هنا الأدرس EP 192-168-1-0 والماسك الخاص بها هو 255-255-255 يعني الأدرس EP 192-168-1 خاصة بالشبكة و 0 خاص بالهوت فعند تقسيمنا نضع الأدرس EP مع الماسك جنبا لجنب فعند نهاية آخر 1 تنتهي الشبكة يعني الشبكة تنتهي هنا هذا مخصص للشبكة وهذا مخصص للهوت وفي المثال الثاني عندما نضع الأدرس EP مع الماسك جنبا لجنب نجد أن آخر واحد ينتهي هنا يعني من هذا البيت إلى غاية هذا البيت هي الأدرس ريزو ومن هذا البيت إلى غاية هذا البيت هي الأدرس هوت وعند كتابة الماسك بالديسيمال نجد 255-255-255-258 أتمنى أن تكونوا في الصورة وهذا مثال للماسك بارديفو وكلمة بارديفو يعني باستعمال الكلاس الأدرس EP الأولى تنتمي إلى الكلاس A وقلنا أن الكلاس A مخصص للشبكة والباقي مخصص للهوت يعني أن الماسك سيكون 255-0-0-0 يعني الأوكتي الأول مخصص للشبكة والباقي مخصص للهوت وفي المثال الثاني هذا الأدرس EP من الكلاس C وقلنا في الكلاس C أن الطروة أكتي للبليفور هي التي تمثل الشبكة والأكتي الأخير هو الذي يمثل الهوت ومنه الماسك سيكون 255-255-255-0 يعني الطروة أكتي الأولى تمثل الشبكة كما قلنا والأكتي الأخير يمثل الهوت وفي الأخير هذا مثال سنقوم من خلاله بتقسيم الأدرس EP 192-168-1-0 مستعملين البيت السادس والسابع في لوقتي البليفابل لنبدأ بما أننا استعملنا الديو بيت يعني لدينا أربع احتمالات إما 0-0 وإما 0-1 وإما 1-0 وإما 1-1 أي نستطيع تشكيل كات سوريزو لنبدأ نات ماسك أو الماسك نفس المصطلح ماذا سيكون لنرى الجزء الذي يمثل الشبكة لنعرف الماسك بما أننا أضفنا دو بيت من الهوت إلى الشبكة يعني يصبح كل هذا الجزء يمثل الشبكة ولمعرفة نات ماسك قلنا بأننا نضع جميع البيت التي تمثل الشبكة واحدات هنا بوضعنا جميع البيت واحدات يعني ثمان واحدات نجد 255 وهنا 255 وهنا 255 وفي الأخير لدينا دو بيت المكتوبة بالأحمر تبثل الشبكة يعني تكون واحد واحد والباقي أصفار والنتيجة ستكون 192 يعني النات ماسك هو 255, 255, 255, 292 وفي الباقي نفس العملية ونفس النتيجة نريد حساب البرودكاست قلنا في الجزء الأول من هذا الدرس لحساب البرودكاست نضع جميع البيت التي تمثل الهوت واحدات ونحسب قلنا بأن هذه البيت تمثل الهوت إذن عندما نضعها كلها واحدات تصبح لنا النتيجة 006 واحدات وعند حساب هذا العدد نجد 63 يعني الادرس بروودكاست هنا هي 192, 168, 192, 63 ونفس العملية في الباقي كما هي موضحة أمامكم الآن لنعرف الادرس هوت قلنا أن الادرس هوت هي الممتدة من بداية الادرس ريزو إلى غاية البرودكاست دون إدخال الادرس ريزو والادرس بروودكاست ومنه الادرس هوت ستكون من 1 إلى 62 بإلغائنا للصفر التي تمثل الادرس ريزو و63 التي تمثل البرودكاست وفي الباقي نفس العملية هنا لدينا 192, 168, 192, 64 والبرودكاست هو 127 يعني الادرس هوت تكون من 65 إلى غاية 126 بإلغائنا للادرس 64 التي تمثل الريزو وال127 التي تمثل البرودكاست ونفس العملية هنا وهنا إلى هنا ينتهي لقائبكم اليوم نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله سلام